فكرة أن الله يؤدب الإنسان وأن الأباء وضعوا العنوان ده تأديب الذي يقود إلى رؤية الله المزمور سمناه مزمور مسياني لأنه بيقدم نبوءة واضحة للسيد المسيحي مخلص التأديب ده يعني هو الفكرة أن داود النبي صرخ للإنسان مظلوم والصرخة دي بنقدمها لكل الناس اللي هم زود السلطان بحيث أن أي إنسان له سلطان وستطيع أن يكون إذا كان في الأسرة إذا كان في أي مجال شركة أو مصنع أو أي حاجة فده بيكون ربنا بيقول له ما تبقاش قاسي لأن داود ابتدى أن هو يصلي وابتدى أن هو يقول له يا ربي أنت ارفع إزاي الإنسان يكون عنده هذا الفكر الذي كان للعظيم داود النبي داود النبي عرف فن اللي هو فن الصلاة لما دعي نفسه صلاة وعرف أنه يلجأ إلى الدوام إلى الله وابتدى أنه عرف عنه أنه رجل ألام أو جاع بيشعر في حاجة إلى الله كما جاء له ومن أعداءه أو من ضعفاته وده بيقول لنا أن أي إنسان قوي النهاردة بيقول له أن لي النقمة أنا أجازي أقول الرب يقول له أي إنسان ما يفتريش لأن دايما بيعلمنا في المزمور باكر 16 أو 6 حتى بيعلمنا أنه هو إرحمني يا رب لأنه ضعيف الإنسان مع الزمن حتى لو كان له قوة لما بيسيب هذه القوة ويكبر في السن فبيبتدي أنه هو بيبقى ضعيف ضعيف من ناحية جسده من ضعيف من ناحية نفسه من ضعيف من ناحية روحه فالإنسان بيضعف مع مرور الوقت فهنا داود بيعلمنا أن إحنا ما نبقاش أقوياء باستمرار ودايما يعني من أجل ضعفاته ومن أجل الأجزاء دي كلها بيقول لنا يا أولادي أن إحنا صرخة لربنا لأن ربنا هو الذي يعطينا بيدينا بيتأهل من خلال مرحم ربنا أن ترتفع فوق التأديبات وليس إلى التأديب بل إلى الحياة الأبدية المفرحة يقول تمسكت خطواتي بأثارك فما زلت قدمي تمسكت خطواتي بأثارك فما زلت إزاي الإنسان يتمسك بخطوات ربنا إزاي الإنسان يتمسك بطرق الله زي ما بيقول داود النبي وبعدين هو بيقول ما زلت قدمي يعني أنا ما وقعتش ما تعبتش ما غرقتش لكن إحنا ساعات بنبقى بنتمسك بكلام ربنا وروح ربنا وكلمات الله في حياتي إزاي إن الإنسان يتمسك بخطوات الله أولا أن إحنا نسلك أو سلك المرنم الطريق الديق طريق الوصية واللي بسلك فيها لا تزل قدما والاتكال على ربنا اللي بيقوينا وعدم الثقة بقوتنا لكن بنلجأ للملعومة نتكل على زراع بشر والنعمة الإلهية والسلوك بيرشاده روح القدس بيدي الإنسان نموت مؤمن ويدي له قوة يقول أنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي قويني فكل ده نحن بنسلك بالوصية وبعدم قوتنا وبنلجأ للمسيح نحن ضعاف ونحن بنلجأ لك يا رب في كل شيء أستطيع يعني الشيطان بيقول أترك لي الأقواء فإني كفيلهم بهم أما الضعافات أنا مقدرش عليهم لأن قواتي في الضعف تكمل